ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر في الجمعية الهندسية لما انتخبت في الجمعية الهندسية وبعد ذا أنه كان عندنا نصر كبير جدا في أنه في هذه السنة آيغيس الف وتسعمية وتزعين أزقطنا أكل المجموعة الكيزان اللي كانون السيطرين على الكل المؤسسة الجامعة كليات الاتحاد بتاع الطلاب فخلقنا تجمع اسمه تجمع المحايدين اللي هم ناس ما عندنا أي صلة بالأحزاب السياسية أي أن كانت في مجال المعارضة أو في مجال الحاكمة مباشرة فتجمع الطلاب المحايدين ده خلق وحدة كبيرة جدا بين الطلاب بأنه لازم نعيد كل مؤسسات الطلاب لهم وأنها تكون مفتوحة لكل الطلاب بمختلف اتجاهاتهم السياسية وأنه ما في حزب أو فصيل يستغل الروابط الطلاب أو الاتحاد لنشاط سياسي ونجحنا فعلا في إصغاط الكيزان سقوط مدوي وأثر عليهم القصة دي تأثير كبير لأنه ده كان بداية حاكمتهم ده كان بداية منظومة الإنقاذ الفاسدة كانت في الكلام ده في سنة تزعين يعني بعد ما سنة مما هم تولوا وعملوا الانجلاب العسكري بتاعهم وازقطناهم في كل الكليات وفي كل المنابر الطلابية حتى الجمعيات الصغيرة الثغافية فشعروا بإنه فقدوا صلة مع الطلاب فكان عندهم تحدي كبير جدا كيف يستعيدوا القدرة دي فدل أدخلني في النشاط السياسي وما كنت من الطلاب الآن بالمناسبة مهتمين بالمجال الأكاديمي إلى السنة الثالثة يا عمرتون يعني كنت بنجح يعني الحمد لله يعني لكن ما كنت من الناس الذات اهتمام بأنه أنا أبقى الأول في الدفعة وأجيب فيرس كلاس وكده فلما جهاته كنت نشط جدا في العمل يعني اختاروني زملاني في الجمعية الهندسية كنت بمثل الطلاب وقاموا في سنة واحد وتزعين الجماعة دي قبضوا كل الاتحاد الطلاب اللجنة التنفيذية وجهاز الأمن قبض كل اللجنة التنفيذية وبقى بعد ذاك الدور بتاعنا أن احنا اشتغلنا زي اتحاد ظل والناس قرروا الكلام دي عملوا قبل الامتحانات مباشرة وكان مدير جامعة الخرطوم في ذلك الوقت دكتور مامون حميدة وقرروا أنه يعملوا لهم خطة جهنمية جدا بأنه يدخلوا الطلاب في مجال مقاطعة الامتحانات عشان يضربوا وحدة الطلاب ويضربوا المد بتاع المحايدين الكام في كل الجمعيات الطلابية وفي الاتحاد وفعلا غررنا أنه يعني نقاطع الامتحانات وهو بيحكم عليه والتاريخ ما كان قرار بالحكمة المناسبة لكن كنا طلاب مفاعلين لأن الامتحانات هي ملك لإدارة الجامعة وملك للمجال الأكاديمي وليس ملك للطلاب فمقاطعة الامتحانات دي أدت لأنه أنا أعدت السنة أو بنسميها ريبيت في جامعة الخرطوم فدأسر علي تأثير نفسي كبير جدا لأنه يعني كانت واحدة من التحديات الكبيرة جدا في أنه كيف نحن وأسرد على وحدة الطلاب يعني في جزء دخل وفي جزء ما دخل وحتى مع الناس ما قاطعت كل الامتحانات في بعض الحال وحتى في حالنا نحن لكن أسرد علي تأثير نفسي لكن سبحان الله عسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم الحاجة دي غيرت مني تماما الحاجة دي حصلت لي وأنا في الثنة السالسة في كلية الهندسة قسم الهندسة الكيميائية جامعة الخرطوم ولما حصلت لي الحاجة دي قررت تماما أنه أنا أتحول لشخص أكاديمي واحدة من التحديات اللي عندي كانت مقولة بتاعة أنه هل نحن بكون عندنا قدرة بتاعة أنه نحن قاطعنا الامتحانات دي ما لأنه نحن أصحاب ولا سياسي لكن لأنه كنا عايزين أكاديميا من أنه ننجح فكانت التجربة والتحدي الأكبر كيف أنه الواحد يتحول من طالب يحب العمل العام وعنده صلات اجتماعية كبيرة جدا ويتحول إلى شخص أكاديمي التحدي كان تحدي كبير جدا وكان فيه شعور بتاع انكسار وهزيمة فسبحان الله يعني كل القوة السالبة طلعت نتيجة لمقاطعة الامتحانات وإعادة السنة في جامعة الخرطوم تحولت لقوة إيجابية جدا القوة الإيجابية دي ساهمت مساهمة كبيرة في العملية بتاع التحولي لشخص أكاديمي فالحمد لله ربنا وفقني ويعني تحولت بعد ذلك أصبحت أول الدفعة وإلى أن تخرجت بمرتبة الشرفة الأولى وكل الجوائز بتاع الأفضل طالب في جسم الهندسة الكيميائية وأيضا في مجال مشروع التخرج ومن الطلاب كنا يعني كل المتخرجين من الجامعات السودانية والزمن ده كان الفيرس كلاس في جامعة الخرطوم وحدة من التحديات الكبيرة جدا لأنه ما كان عدد من الطلاب بسيط جدا يتخرج بفيرس كلاس أنا قدامي في الهندسة الكيميائية دفع كثيرة جدا ما تخرجوا بفيرس كلاس وأيضا كطالب ريبيت أكاديميا يتخرج بفيرس كلاس أيضا ديها كانت بالنسبة لي الحمد لله رب العالمين إنجاز كبير جدا فسبحان الله يعني دايما بكرر إنه يعني الدكتور مامون حميدة يعني في فترة محددة أراد بنا يعني زي ما بقوله أن يلقينا درس لكن أراد الله بنا خيرا كثيرا فغير مسار حياتي وأصبحت شخص أكاديمي بعد ذلك تحول المثار للحياة إنه بعد ما مرحل الجامعة الخرطوم أمشيت اتجاه دي قصة ثانية لأنه فيها تحديات وبتوري صورة القدر البلد الأهمل ما يكون أنا عيني رأي داك يوها لي طينك ولي أرضك وليك والقمر الفق سوحك ضاوية البلد المخمن لك الدين والناس كلها مرساوية لو شفوك بعني أكيد هالعالم كله حيوجب بك وأنا شايفيك من أجمل زاوية اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر